نادي الزمالك نادي كبير دي حاجة مسلم بيها انت مش محتاج كريم يقولك النهاردة نادي الزمالك نادي كبير ولكن الزمالك عاش فترات صعبة مش بتكلم عن الفترة الماضية بس وبرده بقول تاني هي فترات طويلة كتير اوي اه كانت المشاكل تقل شوية تزيد شوية بس دايما كان الزمالك هذا الاسم الكبير هذا او هذه المؤسسة المصرية العريقة الكبيرة اللي بتشرفنا في الوطن العربي وفي القرى الافريقية كان دايما من جوه البيت في شوية مشاكل الصورة اللي احنا شايفينها خلال ايام الماضية صورة العملية الانتخابية صورة المرشحين الاحاديث اللي بتحصل الكلام اللي بنسمعه وبيترح يخلينا حاسين ان احنا هنشوف نسخة او وجه جديد لهذا النادي العظيم الكبير من كل الناس اللي نزله من كل الناس انا لا استثني احد ولا بقولي الكلام ده كمان عشان نضيف الكريم العزيز اللي موجود دلوقتي وبالعكس احنا دايما نقول ان المسئولية صعبة جد دايما شرف وتشريف لاي حد انه يشتغل في نادي الزمالك بس اللي داخلين دلوقتي انتخابات نادي الزمالك او اللي هيفوزوا بانتخابات نادي الزمالك هم من حيث المبدأ ابطال ان هما تولوا المسئولية في الظروف الصعبة دي لحد ما نشوفهم ابطال بجد وهم بيحلوا كثير من مشاكل نادي الزمالك اليوم وعلى مدار اسبوع هنتحدث مع كثير من مرشح انتخابات نادي الزمالك وهنبدأ بواحد من نجوب كرة القدم الكبار اسم كبير كحارس مرمى اسم كبير كمدرب الحراس المرمى انجازات عظيمة جدا وتاريخية مش محتاجة عدد عشر اكيد حضراتكم كلكم عارفينها الكابتن الكبير كابتن احمد سليمان المرشح على منصب العضوية من انتخابات نادي الزمالك وضيفي في هذه الفقرة اكبتن احمد منور الدنيا سعيد جدا بتواجدك معنا اهلا بك يا كريم وسعيد بك وسعيد كلامك على المنظر الجميل في نادي الزمالك اللي الاعلام اللي دلوقتي لم يظهره بالمظهر يعني بالعود صورة نموذة جميلة جدا الانتخابات الاندية وبعد صراعات كتيرة جدا والناس شايفة الحب اللي بين المرشحين والعلاقة المحترمة حتى على مستوى الجماهير مطلقية للانتخابات بإيصاد الرحب وعندنا مشاكل في الكورة وعندنا مشاكل في الأرعاب لكن الانتخابات مدية تتفاعل الجماهير لكن الاعلام رجاءت دلوقتي مظاهر هذه اللوحة الجميلة دي بالعكس يعني انا بادئ النهاردة بادئ النهاردة حدث عن انتخابات الزمالك لكن انا شايف خلال ايام المضايا تقريبا كل وسائل اعلام تتحدث عن انتخابات الزمالك كل الناس بتسلط الدوق على انتخابات نادي الزمالك والمرشحين لانتخابات نادي الزمالك ايه اللي ناقص يعني ايه اللي ناقص لا بيجيبوا ايه انت يراك احمد سلمان كذا لا يا جماعة جماعة حاجتك الحلوة دي ايه نادي الزمالك النموذج الجميل ده يا ريت كل الانديها يحتزون احنا عايزنا نكون نموذج للناس هو ده المطلوب نادي الزمالك رمز كبير في عالم الرياضة المصرية والعربية والافريقية لازم تتكلموا على الرمز ده تقول ده ايه ده يتعلموا يا جماعة منادي الزمالك سيبكم منفضلات اللي بكده المرشحين بيقضوا مع بعض انا جاي من شوية من دولات المينادي عليك ناس مونافسين ليه في نفس المقهد عليهم معي وبيتكلموا عليك كويس واحنا بنتكلموا عليهم كويس دي صورة غريبة انا شفت الصور دي كتير قوي لو ايك مثلا ايه في صورة فوتوغرافية مثلا انت معدي وبتسلم على منافس ليك في الانتخابات وبالأحضان كل الناس بتعمل كده دي صورة جديدة خالص على نازل زمالك كابتن حسين زارة اكتر مرة مع الحاجة مجد العتال اللي هو وهني العتال كابتن شام نصر المرشح النائب ما وقف مع هني العتال احنا وقف مع مصطفى عبدالخالق واقفين مع مروة الرفاعية من عندنا من القائمة بيقابلوا الحسيني سمير شام نصر متصور معه وهني شوكري وأستاذ هني بيرزي محمد طارق بيقفوا مع المنافسين ليهم منها بكلم على قائمة يعني عمر أدهم بتليهم وقف مع الناس وبيتكلم معاهم حسين السيد نقيرة الأحمر بتقف مع كل المنافسين ليها الشباب زيهم وشام نصر رامي النصيحي بيقف مع مع طول مع شام نصر من كابتن نصر إبراهيم اللي أحمد خالد بقف مع سيد خالد منتصر ما فيش اي مشكلة عندنا ما عندناش مشاكل مع حد كلنا منتبارة لصالح نادي الزمالك ومصلح نادي الزمالك وعزين نادي الزمالك مرحلته لأنه كلها هيعلى نفس الوقت فيما يبدأ موجود دلوقت شايفه بينهم مرشحين اللازل لم يوفق يا بقى كل دور الأفكار وكلنا يعني كيف تحصل لبيه بقى أول مبارح لو فيش حد في قائمتنا حصلوش نصيب لازم يكون معنا لدور بعد كده آه انت قلتوا كده مع بعض يعني لم نوفق في الانتخابات فاحنا موجودين في نادي الزمالك طبعا لنا جاي ناخد من نادي وشوفنا المؤتمر الصحفي القائمة الأخير طبعا عنده أستاذاني بيرزي في شركته شوفت نجوم الزمالك كله احنا كنا مجلس وزر قدامنا زمالكوية رؤساء بنوك وريس بنك مركزي وكمية البنوك غير طبيعية موجودة نجوم موظلة سابقين أعضاء مجالس الدارة سابقين ناس ده خاترت جامعة ناس ده خاترت شركات صحاب شركات نجوم كورا نجوم في الإعلام نجوم في الألعاب الجامعية السلام والطائرة الحمد لله ناتزة مالك مؤسسة كبيرة جدا نتقل عن أي مستسف مصر يعني طيب